اليوم مرة أخرى نعود نرحى بيسي وسامة المهاذبي الخبير في الالية وسامة خلينا نحكيه على الذكاء الاصطناعي انجنغال ومبعد نتخصه في تونس ونشوفه وين وصلنا احنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو اشنو كما عكينا المرة اللي فاتت احنا وصلنا المرة اللي فاتت المخ الكارب انا مش نصبر البرجرام انا مش نقوله اذا صارت هذي اعمل هذي اذا صارت هذي اعمل هذي حاجة غريبا ننتصati متوقعت هاش ما يعمل هاشي معنى هه هو Goo هلائي الزكاء الاصطناعي مش يرتحني من الحاجه ذيكي يولي الالا تاعي ربون تاعي يخمى واحده يعمل يشوف شنى الحاجة التوصلح ويعملها اذا حجمовي ما ام spielt ذكاء الاصطناعي معناها سيفون لدونية التي تتملو أنت مش سيفون لدونية التي تتملواني سيفون لنقول وحنا لنترونمو على مالتولو التدريب انا مش بدنا ندرب فيه معناها لأن الذكاء يخرج من الإنسان أقبلا باتباع هو الإنسان يحط التلاتفور يحط البروغرامسيون وكل حاجة يستحقها أو الوكليتي متاع الأباري هذا وإلا متاع الجهاز هذا هو اللي يتحكم فيه الإنسان بطبيعة كما همش نقول كما المخ والعقل المخ هو شنو المخ هو اللي يسير لبدا نحب نحرك يديا الدم يتعدى في اللبدا الحاجات والعقل هو اللي يخمم الذكاء الاصطناعي هو العقل معناها هو اللي يبدأ يخمم يشوف شنو مثلا نقول واحنا شنو ما أحسن حاجة لازمها تصير ويعملها هذا كاليش يعني اختياره هو يعني اختياره هو برمجه لا اي هو مش يبرمجه أم اختيار الذكاء الاصطناعي قبل كنا الاختيار اختيار الإنسان معناها هو مش يقول إذا صارت هذي شعر كان مخترت شعارك وش تختار بي كان مخترت شبيرك اختار سي مدام هكا أعمل هكا الذكاء الاصطناعي ليه هو يختار يشوف شنو الحالة الوحدة هاي رستم حسك مهتم بالحق هاي ذكاء الاصطناعي تقولي هو عنده دي دوني هاي هكا هكا والله هاي جس حاجة بركة انتي قلت هو ذكا حسن الكلمة رأى هو عنده كايير أصل معناها يخمم ويجيوبك ويسئل بيش نسألك انا كمواطن هكا عادي معنا ذا هو بش يخمم ويجيوبك بيش هو ذكاء الاصطناعية ويجيوبك متى ماذا حابا عشو قولك بالضبط نسألك مثلا للع Archives ثم نوصل معك كنت حب نتعمق معك فيها هو من هو احب Orbuf الباب anov البيبي الزغيش كوني برغوشي والوالدين في مرحلة اللي هو اما بعد صحيت كيف كيف نفسه نفسه بالضبط بالمعرفة متاع وهو اما فما كل الفازة متاع سي وسامة المهم معناه لهنا البيبي فما الانتوراج هو اللي يعطيه المعلومات باش يكون باهي لهناه معناه الذكاء الاصطناعي ذا ما فماش العقل الانساني ايه بطبيعة ايه هذا اللي حبيت انصلي ايه يقولوا اخترعوا الفي حاجه الى مخ الانسان اه مخاطر دارن اغمان ولا فما قوف كبير هل اسلتك خذلك هو رسم خفا على بلاسطه في كونفورتكس موش صحيح لا خاف لا يجيبوا كونسعي اخر او لمسكوا الاخر لان اشم يكون في فما صحافي اخر اهي ينجم الانذيء في فما ديشين كوريين ولا غيرهم ولا في اسيا عملوا مذيعات ومذيعين بالذكاء الاصطناعي لكن ديما نرجعوا ديما الانسان عندك التويلاتي راهو صفا ريت انتي مثلا سمحني دخلتها كيب ميسول بجانسول اذيك هي نتيغاتسيا تناقشوا مثلا ساعت انتي حتى عندك معلومات عندك هذيك على التابلات جيك معلومة طايرة خلق ربي سبحانه وتطرحها سؤال ما كنتش حتى عامل برنامج بار كونتر بلا بلا بار كونتر بلا كالصناعي من نجيبشي حي يجيب لك حاجة ينجب ميش مبارمجة اي ني نجيب مضايش قصدي ايش خنا بدأو من دول بالحق يا بلينان اي بالحق قطلك راهو حاجة اعطينا ديز اكزامبل مثلا مكينا فيها ذكي استناعي او حاجة اي لاو غيرها وابليكاسيان ولا غير حاجة ما فيهيش ذكي استناعي خنافهم وحنا نن تطور كيف يجيء او البشرية قبل كانت كل شي تعم فيه مانويل كل شي بداها صحيح طرقة زنزية رحديل كل شي بداها بعدين تعدينا اسومي Youtube معناه الامكينه تخدمة تعصر انتي او ي Linhan هو اللي بيشي ينزع البطن يخدم الموتور يقيس هو السخان بعدها تعدينا الاوتوماتيك ما معناه اوتوماتيك ولا لعنك المخ الكهربائي صب فيه البرو تنطور هم ويقوله إيه موس كارتمير البروسوسور الكارتمير هيتم من كل البروسوسور المتاحة هم ويقوله اسمعني إذا سخنة طلعت تخدم لك الحاجة البيئسة تعدية تهبط للميني برسوس أعمل للحاجات بالذكال الصناعي لو صناله معناها تولي أنت تريني الروبون تقوله أنت دورك في الحياة مثلا باش تنقب حاجات هو يأخذ معلومات لكل وحده ويتصرف وحده مثلا نجم نعمل البروغرامات وننسى لقدر الله ايديه شدت في المكينة ننسى ما حطيتهاش الذكال الصناعي يخممها واحده ويعملها معناها تنجم تقول الذكال الصناعي شنو فرق ما بينه وما بين اللي كنا فيه احنا معناها البروغرامات العادية الذكال الصناعي ينجمه يبروغرام يروحه ينجم هو يبدل في روحه يعني يبدل المعلومات